السلام عليكم ورحمة الله ازايكم الشباب عاملين ايه معاكم الدكتور مصطفى السيد ان شاء الله هنبدأ برانش اسمه الانفكشن انا شايف نواة من امتع البرانشات وهتفيدك انت كدكتور على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي وهتفيدك كلنا بيجي لنا انفكشن طبعا هيتفيدك جدا ان شاء الله امتع مليون مرة من الحاجات النظري اللي هي الحاجات اللي احنا بيجينا بندرسها في الانترو الانترو ده انا شايف ان هو ملوش اي لازمة ونبدأ من هنا فعلا البطنة فهي تبقى مقدمة جميلة لبرانش البطنة وهي حاجة لذيذة يعني مش صعبة اوي الانفكشن وحاجة ممتعة بصراحة نبدأ الانفكشن قال لك تعريف الانفكشن ده البروسيس باسوجينيك ارجنزم يعني ايه يعني الباسوجين ارجنزم باسوجين يا جماعة هو اي حاجة هتهاجم الجسم اي حاجة هتهاجم الجسم هي اسمها باسوجين سواء الحاجة اللي هتهاجمه دي كانت بكتيريا او فيروس او عبارة عن فطريات اي حاجة هتهاجم الجسم اسمها فيروس طيب اسمها باسوجين طيب الباسوجين دي هتهاجم الجسم الجسم ده ممكن يبقى انسان وممكن يبقى حيوان او حتى نبات الجسم اللي هيستضيف الارجنزم ده اسمه هوست يعني مضيف فمعنى الانفكشن ان باسوجينيك ارجنزم اللي هو عبارة عن فيروس او بكتيريا او فطريات انها مالتبلاينج هتتقاصر على انهوست تيشو على خلايا الجسم المضيف اللي هو حضرتك ولكن خلي بالك من حتة معين ان احنا عندنا في جسمنا الطبيعي انا وانت بعيش خلايا اسمها الخلايا النافعة الخلايا ديت موجودة اكتر حاجة في الامعاء مثلا في اشهر حاجة اسمها بكتيريا فلورا والبكتيريا فلورا عبارة عن باسوجين صح لانها عبارة عن بكتيريا اسمها بكتيريا والباسوجين ده عايش جوه مضيف اللي هو في الامعاء بتاعتك طيب هل يطلق على ان ده على ده انفكشن قالك لا لان الانفكشن ليها شرط اخر انها تسبب ضرر ضرر للانسان لازم هتسبب له هارب تسبب له ايه يا جماعة هارب يبقى البكتيريا فلورا هي بكتيريا موجودة عندك في الامعاء فعلا والبكتيريا دي بكتيريا مفيدة لانها بتساعد على تكوين فيتامين بي 12 صح الحاجات اللي احنا قلناها بتساعد على الهضم والحاجات دي فهي بتساعدك وما بتسبب لك شا اي ضرر فلازم البكتيريا اللي تجيلك تتحقق فيها شرطين عشان يبقى ده اسمو انفكشن انها اول حاجة بتتقاصر على الخلايا بتاعتك او نقول بقى الارجانيزم بيها تقاصر على الخلايا بتاعتك ان انت مضيف تاني حاجة ان هو بيسبب لك هارب بيسبب لك ضرر لذلك البكتيريا فلورا برغم ان هي عددها كبير جدا في جسمك ده حتى ان هو عمل لك بيقول لك ايه بيقول لك ان خلايا جسمك كاملة خلايا جسمك كاملة البكتيريا فلورا اللي موجودة في جسمك هي عشر اضعاف الخلايا بتاعتك تخيل يعني انت لو خلايا جسمك مثلا عندك مليار خلية مثلا في جسمك البكتيريا فلورا انت عندك عشر مليار مثلا خلي بكتيريا فلورا موجودة عندك عايشين عليك موجودة في الامعاء عندك فتخيل الرقم وبرغم الرقم ده إلا أنها بكتيريا مفيدة بكتيريا مفيدة فعشان كده لا تسبب أي ضرر خلاص يا جماعة طيب يبقى البكتيريا فلورا لا تعتبر انفكشن ويبقى احنا بنأكد أن الانفكشن عايزة حاجتين الشرط الأولاني أن باسوجين يدقل لتقاصر على الخلايا بتاعتك الشرط الثاني أنه هو يسبب لك ضرر فخلي بالك من الحاجات دي وطبعا أنا بعلم لك دايما في الشرح على الحاجات اللي بالأحمر دي في وسط الشرح دي بقولك هي دي اللي بتيجي MSQ يعني عايز تر وإنت ماشي معايا في الكلام تعرف الحاجات اللي بتيجي MSQ هي دي طيب الانفكشن بقى والفيفار بقى يا جماعة نتكلم أول حاجة أن في حاجة منظم للحرارة في جسمك طبعا أي حاجة يعني أنت عندك أي حاجة أعمليات حيوية في جسمك هتلاقي لها ريجولاتري سنتر يعني مركز تحكم في الدماغ طيب المركز تحكم بتالح حرارة عندك في الدماغ موجود فين؟ قال لك أنه هو موجود في الهايبوسالمس يعني فين الهايبوسالمس؟ الجزء اللي بالأزرق ده جماعة في البرين أهوة ده اسمه سيرد فنتركل التجويف ده جماعة اللي بالأزرق ده اسمه سيرد فنتركل هكيد خدته في الاناتومي طب السيردف انترك الارضية بتاعته الفلور بتاعه بيبقى فيه كورتين صغيرين كده تحت اسمهم هايبو سالماس هو ده يعني هي موجودة في الفلور في المنطقة دي اللي انا مشاور عليها بالزبط كده بالماوس الاصفر زي ما هدراك شايف هي دي اسمها الهايبو سالماس بل المنطقة اللي انا حطت عليها مؤشر الماوس دي هي دي السيرمو سيرمو يعني حرارة سيرمو هي الحرارة سيرمو ريجولاتري سنتر يعني المركز المنظم لدرجة الحرارة وده هيبقى موجود في الهايبو سالماس في الفلور بتاع الهايبو سالماس في السيردف انتركل اللي ممكن يجي لك امسي كيو في الحتة دي انه هيجي يقول لك يعلم لك على كلمة السيردف انتركل يقول لك مثلا ان السيرمو ريجولاتري سنتر موجود في الفورس فانتركل في السيردف انتركل في اللاترال فانتركل في السالماس كده الاختيار بيبقى كده يبقى انت تقوله فين في السيرد فينتركل طيب يبقى ده اول حاجة منظم الحرارة عرفنا ان هو في هايلو سالمس في السيرد فينتركل بعد كده يجي يقولك هل اي حرارة معناها ان انفكشن انت روحت العيان ليت حرارته علي هل ده معناه ان العيان ده عنده انفكشن طبعا الاجابة لا طبعا الاجابة لا ليه افرض عيان انت على فكرة احنا لما بند عيان ده مثلا عيان عنده انيميا حدة وبنديله دم اول حاجة بتحصل من الدم لما بيحصل يعني الدم بيحدث ان الجسم الجسم العين ده مش قابل للدم وخلال مناعة تبدأ تهاجمه اول حاجة بتحصل في العين ده بيسخن فتجري الممرض عليك تقولك دكتور المريض بيسخن اوقف الدم هي فهمة يعني فهمة ان حصل من الدم فلنازم توقفه على طول طيب انا بديك مثال اهو العيان ده حصل عنده ري اكشن من نقل الدم فمعنى كده هل هو دم سخن يبقى عنده انفيكشن لا فقالك مش كل الناس اللي بتسخن هي عندها انفيكشن مظبوط ولا كل اللي عندهم انفيكشن بيسخنوا كمان ندي مثال ندي مثال ندي مثال العيانين اللي عندهم نقص مناعة نقص في المناعة نقص المناعة دوات لأسباب ممكن يبقى العيان ده عنده HIV اللي هو الادز ربنا يبعيده عننا جميع اللي هو الادز فالادز ده المناعة اساسا انبصة جماعة انت لما بتسخن فبعنى كده جهاز المناعة بتاعك شغال هو بيديك انصغار هو اعمال انت تعرف ازاي ان عندك التهاب وتجري وتاخد علاج ان خلال المناعة بيديك الرياكشن الرياكشن ده بيخليك تسخن واحنا نشوف الرياكشن ده بيتم ازاي طيب الناس اللي عندهم نقص في المناعة جهاز المناعة بتاعهم مش شغال فيحصل ايه ما بيسخنش فما يلحقش نفسه فالليلتهاب يزيد اكتر زي الناس اللي عندهم ايه HIV او الناس اللي بتاخد كورتيزون لسبب من الاسباب الكورتيزون طبعا بيضعف المناعة فالمناعة ما بتعملش رياكشن مع الباسوجين اللي داخل ولا انها بتعلي درجة الحرارة فإيه فضل العيان طب حتى اني حتى بيقولك في سيفير سيبسيز وحنا هنتكلم فيها مش عارف ايها جاية ولا سيفير سيبسيز يعني ايه العيان ده عنده بكتيريا بكتيريا ماليا جسم يعني بص تلاقي مثلا قرات الدم البيضة في السماء طبعا قرات الدم البيضة طبيعي لحد 11000 طبعا تلاقيها مثلا 50000 احنا شوفنا الارقام دي تلاقي العيان جسمه بيبرد اقل من الطبيعي عنده هايبوسيرميا تخيل يعني برغم كل الانفكشن اللي عنده ولكن عنده ايه هايبوسيرميا يبقى احنا نقدر نقول ان مش كل اللي بيسخن يبقى عنده انفكشن بدليل نقل الدم الناس اللي بيجي لهم مبتين الدم بيسخن صح ولا كل الانفكشن اللي عنده انفكشن بيسخن بدليل ان لو هو عنده مثلا ايدز او عنده بياخد سترويدز او عنده اي حاجة بتقلي المناعة بتخليه بالعكس حرارته تبقى طبيعية او هايبوسيرميا حتى او حرارته تقل كمان طيب بعد كده ملحوظة بقى شوف بقى الفيفر او كيرز لسكومن انقل در لي بيشن وي السيكي دي واليسترويدز ليه بقى احنا قلنا كل لما منعتك تقل فمنعتك ما بتعرفش طلقة الباسوجون كويس وما تعرفش تعمل معاري اكشن كويس فما تسخنش حضرتك ما تسخنش ودي حاجة مش حلوة انك انت ما تسخنش لانك انت مش بيبقى عليك الساينز اللي تلحق بها نفسك وتاخد انتبيوتك وتعالج نفسك طيب ده بيبقى موجود فين في الالدرلي الالدرلي دي تقاطي يعني راجل بعد السبعين سنة يعني راجل كبير جدا الالدرلي في الناس القبار في السن ما بيسخنوش بالساهل الناس اللي عندهم بسيكي دي سيكي دي يعني عندهم مشاكل مزمنة في الكلة وظائف الكلة عالية الكريات عالية طيب واحنا هنعرف بعد كده ان الكلة بتأثر على المناعة وبتقضع في المناعة ومعظم الناس اللي عندهم مشاكل في الكلة بيدخلوا في تسمم في الدم تسمم بكتيري في الدم الناس طبعا اللي عندها ستيرويد سويا يا جماعة بتاخد ستيرويد بتقلل المناعة فبرضو ما بتسخنش قوي واحنا الحتة دي شرحناها تقريبا يعني انفكشن بص بقى الحتة دي بص بقى بص انفكشن انا قلتها في شرح المثال ان الانفكشن هو مفروض سيفير انفكشن يعني التهابات شديدة جدا ممكن تعمل هايبوسيرميا يعني تخلي درجة حرارة جسم الجسم اقل من 35 و 18 عن جسمه سائع جسمه اقل من الحرارة العادية وده حاجة يرمو طاقعة ولما تلاقي حاجة زي كده اعرف ان ده يعني ايه بقى بروجنوزس لما ايجي اطلق لقب بروجنوزس معناها تساوي لما ييجي انت كدكتور ويجي انت حاجز عيان ويجي اهل العيان يقولك العيان ده هيحصله ايه دكتور هيتحسن ولا مش هيتحسن هو هيتحسن او مش هيتحسن اسمها بروجنوزس يعني التطور للحالة اللي انت كدكتور متوقعه طيب هل انت بتنجم ولا في عندك حاجات طبية بتقول مكتوبة وانت بتدرسها بتقول على كل مرض لو عندك كذا يبقى العين ده هيعدي لو عندك كذا في العين العين ده مش هيعدي صح عندك لا مكتوب عندك فانت مش بتنجم انت بتقول بناء على كتب فقال لك لو لقيت ان العين بيسخن عنده التهاب وانت حاجزه في العينة وبيسخن فده حاجة كويسة ممكن يعدي والاستجيب المضاد الحقيقي يبقى ده اسمه جود بروجنوزس انما لو لقيت العين حرارته اقل من الطبيعي فاخد بالك ان ده بور بروجنوزس يعني في الغالب العين ده مش هيعدي ومش هيتحسن لان ده معناه ان بناعته في الارض ماشي طيب فخلي بالك حتى انا معلملك على الهايبوسيرميا اقوم عليك على البور بروجنوستيك عشان ده ممكن تيجي لك في الامسي كيو وانا الحاجات البلاحمر كلها هو ده الامسي كيو فحبيت ان انا اغطي معاك الامسي كيو ميزيت الشرح يا جماعة ان هو من كتابك الكتاب بتاعك هو الشرح طيب ميكانيزم اوف فيفر يا جماعة ميكانيزم اوف فيفر مناسبك من الكلام ده طبعا احنا عايزين ندخل الكلام ده هنشرحه احسن على الفيديو قبل ما اشرح الفيديو عشان اشهر كتاب اشهر سؤال بيجي لك فيه موضوع الامسي كيو في الحتة دي اشهر سؤال الخادع الخادع اللي بيخدع جسمك هو البروستاج لاندين اي تو تاني الخادع اللي بيخدع جسمك هو البروستاج لاندين اي تو ما تيجي نشوف اللي بيحصل تعالى نشوف اللي بيحصل اول انا جماعة في حاجة اسمها سيت بوينت سيت بوينت ده معناها ان السيرمو ريجولاتري سنتر اللي هو موجود في الهايبوسالامس في البرين المركز التحكم في الحرارة بيبقى عنده سيت بوينت يعني ربنا خلقوا على سيت الحرارة الطبيعية يعني سيت بوينت يعني متساستم ان هو يزبط حرارة الجسم على حرارة اللي هو الحرارة الطبيعية لحد سبعة وتلاتين واربعة من عشر في نورمال رينش طيب لما بيحدث مشكلة ما المشكلة دي بتخدع بتخدع بالفعل حتى ان هما بيكتبوا بتخدع المركز التحكم في الحرارة اللي هو سيرمو ريجولاتري سنتر طيب ايه اللي بيخدعوا البروستاج لاندين اي تو من الاخر يعني من الاخر ان الباسوجن اللي بيجي بيعمل تفاعلات وميدييتورز بتحفز انتاج الهايبوسالامس للبروستاج لاندين اي تو فالبروستاج لاندين اي تو يروح مغير السيد بوينت ليه الهايبوسالامس يغير السيد بوينت يخليها السيد بوينت يزبط زبطها ان حرارتها مثلا حرارة البنى ادم ده تبقى عالية فهو كده الريجولاتري سنتر مخدوع الريجولاتري سنتر مخدوع فاكر ان حرارة الجسم الطبيعية هي 40 طيب ايه اللي خدعوا البروستاج لاندين طيب ايه اللي طلع انا الحتة بقى خلاص انا عرفتك يعني سيد بوينت بص يا عم عندك قال لك ده المناعة بتاعتك لقي باكتيريا الباكتيريا دي اسمها باسوجين فالمناعة لقيتها هو مسكت معاها بدأ يحدث يحدث حاجة اسمها بايروجين البايروجين ديها جماعة لهاي اسمه تاني اسمها كيميكال ميدييتورز يعني ده عبارة عن مواد كيمائية بتنطلق من خلايا المناعة لما بتلاقي الباكتيريا دي رسائل بتطلق في الدم اسمها البايروجين او الكيميكال ميدييتورز المواد الكيميائية اللي هم حاجات منها اسمها تيومر نيكروزيس فاكتور وينتر ليوكن واحد وستة ودول اشهر حاجات من البايروجين او الكيميكال ميدييتورز ديتها تروح تنطلق انطلقت في الدم الحق راحت في الهايبوسالمس قالت لا يا الله هيبوسالمس كون البروستاج لاندن اي تو اللي هو خادع ليك هيخدعك مظبوط كده فالبروستاج لاندن اي تو هيغير الستبوينت يعني يروح يراستر الهايبوسالمس وقول لها يخلي بالك لا ده انت مفروض انت انت شغالة غلط كستبوينت بتاعتك لا مفروض السستبوينت بتاعتك اللي هو اربعين مثلا او تسعة وتلاتين تخلي العيان بتاعك يبقى حرارته عالي وهو تنخدع اللي هو لها البروستاج لاندن فهي بتعلي حرارة جسمك الهايبوسالمس نتيجة خدعة من البروستاج لاندن اي تو سبحان الله يعني شوف شوف الكيفية طيب اهو تيعلى بقى ليه انيو سيت بوينت الى الحرارة العالية وتبدأ بقى الهايبوسالمس تسخن جسمك عن طريقة تفريز مواد اخرى زي الادرينالين والنور ادرينالين والحاجات دي في جسمك عشان تعمل لك حرارتك تبقى عالية وضربات قلبك تزيد الحاجات اللي بتحصل بقى مع الحرارة طيب لذلك البروستاج لاندن اي تو هو اول هي الحاجة اللي بتخدع الهايبوسالمس وعشان كده الادوية اللي هو زي الاسبرين والابوبروفين الاسبرين كان بيستخدم هو يعني انتهى على فكرة موضوع الاسبرين هو يستخدم في علاج السخنية بس كان زمان اي حد عنده صداع او عنده سخنية ياخد اسبرين والاسبرين على فكرة بنزل سخنية ولكن المسكنات بصفة عامة زي الاسبرين او ابوبروفين اللي هو البروفين في السوق اسمه بروفين العادي اللي هو الوقت تكتب العلم بروفين بتلاقي ان الشركات ان الاسبرين والايبوبروفين بيعملوا ايه اساسا يا جماعة بيشتغلوا انه هو يمنع يمنع تكوين فلما يمنع تكوين فمعنى كده ان احنا منعنا تكوين الحاجة اللي هتخدع الهايبوسالمس فما فيش حاجة هتخدع الهايبوسالمس فالحرارة تنزل للطبيعي صح فعشان كده انت لما معنى انك بتاخد اسبرين او فمعنى بيمنعه فبيقلل للطبيعي فبيمنع خدعة خدعة الهايبوسالمس من البروستاجلندن فحرارتك تبدأ تنزل وهي دي طريقة عمل الاسبرين والايبوبروفين ومعلومة لك ان الاسبرين وقف ليه لان كانوا عدوهم للاطفال كان الاسبرين بيدوه برضو زي ما بيدوه للكبار ما كانش بيعمل حاجة اوه في الكبار بس هو كان بيزود النزيف الناس اللي عندهم اكثر ارضة للنزيف وبتعفى بيزود النزيف ده اول المشكلة تاني مشكلة في الاسبرين لما كانوا بيدوه كان فيه لو بيدوه لطفل والطفل ده عنده فيرس في جسمه فيرس انفكشن وطبيعي الاطفال معظم الاطفال بيجيلهم فيرس انفكشن بيعمل حاجة بقى الاسبرين ده بيروح يتفعل مع الفيروس ويعمل حاجة اسماريس سندروم اختصار يروح يدمر الكبد للطفل فعشين كده منعوا موضوع الاسبرين ما عادش بيستخدم قوي انه هو يستخدم في اي حرارة او اي قلم ما عادش بيستخدم كمسكن ليه اخرى يعني طيب فيه بقى شوية امسيكوهات كده وملاحظات قالك اي ارتفاع في درجة الحرارة درجة واحدة سليزيس هيوزيه طبعا اي ارتفاع في درجة الحرارة فمعناها ان محتاج طاقة اكبر الطاقة ديت عبارة عن طاقة سواء في الاكسوجين او في الاكل فبيقولك ان اي ارتفاع في درجة الحرارة يوزيه احتياج زيادة من الاكسوجين 13% عن نسبة الاكسوجين اللي انت بتاخده تاني حاجة ان انت الطاقة برضو احنا قلنا عبارة عن اكسوجين واكل طيب هو الفيفر محتاجة اكل كتير صح يا جماعة او محتاجة اكل لان احيان انت محتاج طاقة اكبر من الطبيعة لذلك احنا بنحفز الناس اللي عندهم انفكشن كل كل ويا جماعة في حاجة غريبة بتحصل وخصوصا في القرية يجي عندهم معلومة يقولك ايه يقولك ان المريض اللي بيسخن ما يكلش لحمة يا عم ازاي طبيا انت لازم تأكله لحمة يعني انا مش عارف مين اللي طلع بتاعي يقولك ما يكلش لحمة عشان سخن يعني ما يكلش لحمة انت جبت المعلومة دي مني الحاجة الوحيدة يا جماعة من ناكلش في قرية لحمة لو العيان ده عنده التهابات نزلة معوية بكتيرية فانخاف انها تعمل تعفن على اللحمة شوية او انها تتقصر على اللحمة غير كده اي التهاب في جسمك لازم تاكل لحمة الكورونا بنقوله كل لحمة اي التهاب التهابات اللي هو زوبيسخن كل لحمة اي حاجة لازم تاكل الاكل وما فيها البروتين لان البروتين يا جماعة بيساهم في تكوين الاجسام المناعة في خل بالك طيب فعشان كده طبعاً الفيكوز فيفر بيخلي المريض عايز طاقة زيادة عن طريق الاكل كمان ففي مشكلة بقى مع السخنية تلاقي الناس اللي بتسخن عارف كلمة في حاجة اربع حاجات مع بعض بيحدثوا اثناء السخنية اللي هي اختصار لكلمة فاهم فيفر فاهم يعني اف فاهم فيفر ايه يعني انوريكسيا يعني انوريكسيا انا مش عايز يأكل مش عنده قابل للاكل حسنا مش عايز يأكل طيب اف و ايه و اتش هيدك عند اصداع و ام ماليز عند تكسير يبقى الاربع حاجات دول بيجوا مع اي سخنية فيفر انوريكسيا هيدك ماليز طيب لما العين عنده اي سخنية هو مش عايز يأكل طيب طب وهو اساساً جسمه محتاج طاقة ايه اكبر عن طريق الاكل فهو اساساً احساسه ان هو مش عاوز يأكل لزود الانفكشن اكتر ليه لان اساساً لذلك المريض ده لازم تقوله قل بالزيادة قل لما يجي يقول لك يا دكتور مش عندي قابل للاكل وش نفسي اكل كل زي الدواء اعتبر الاكل دواء كل بالعافية خلي بالك طيب طب لو العين طوع نفسه يا جماعة وقال لك انا مش واكل لو معنديش قابلية الاكل قال لك اه خلي بالك ندخل بقى زي كأن العين ده ما احنا استهلكنا الطاقة بتاعت العين ندخل بقى نحلل الطاقة بتاعت جسمه اول حاجة يدخل الجسم يكسر خلايا الدهون بتاعته عشان ينتج طاق طيب مع العين ما بيكلش بس مش دي المشكلة المشكلة لو خلص الدهون اللي عند العيان وبدأ يتجه الى تكسير الامينو اسدس يعني الامينو اسدس يعني البروتين بتاع جسمك يدخل يكسره طيب ايه المشكلة دكتور لما يكسر البروتين ما هو لما يكسر البروتين يا جماعة هيحدث ايه البروتين ده بينتج مادة اسمها الاكتيك اسد الاكتيك اسد وباين ان هو اسد يعني ايه حمضي فيخلي فيه حموضة في الدم فالعين اللي عنده حموضة في الدم يا نهر طيب ده بص بقى بتلاقي النفس اتغير والعين درجة الوعي بتقع والعين بيموت يعني مشكلة حموض الدم ده كرسى على فكرة يعني خلي بالك من الموضوع ده اللازم العين ياكل طيب العين السخنية كمان هتخلي فيه جفاف ليه جفاف لان العين اللي عنده فيفر بيبدأ الجسم يبدأ يعرق جسمه اكتر بزيادة عن الطبيع ويفضل يعرق بزيادة عن الطبيع عشان محاولة من الجسم عن طريق العرق انه هو يقلل حرارة الجسم ده فطبعا الحرارة بتزوج تعمل oversweeting عن طبيعي محاولة الجسم في تبريد المريض فده يدخله في جفاف وهو كمان ما بيكلش ولا بيشرب لانه عنده ما عندهش قابلية للاكل فيدخل في جفاف اكتر ما شاء الله يعني طيب فيفر نادرا ما بتعلق عن 41 درجة طبعا ترمويتر انت اقصى عندك في حاجة في الترمويتر اذا بقى 42 يعني فنادرا ما بتعلق عن 41 درجة انا تقريبا مرة واحدة شفتها في حياتي يعني ما شفتاش اكتر من كده نادرا فعلا ما بتعلق عن 41 درجة ولما بتعلق 41 درجة يقولك فكر بعد اذنك عن حاجات تانية تسبب حاجات تانية غير الانفكشن لاني نادرا لما الانفكشن نادرا ما بنقولش مستحيل بس بنقول نادرا لما الانفكشن تعلق حرارة الجسم عن 41 درجة فبيقولك دور عن حاجة اسمها drug induced imbalance يعني العين ده واخد دواء معين هو اللي عمل له تهيج في جهاز المناعة والتهيج جهاز المناعة ده بسبب فيفر بسبب سخونية وسخونية ده ممكن تعدل 41 درجة فبيقولك بعد اذنك فكر في الحاجات دي واسأل المريض عن الحاجات دي فخلي بالك ده mcq ان الحرارة لعدت 41 درجة ممكن يعمل drug induced imbalance فخلي بالك من dmcq وبعد كده يجي يقولك بقى انت بتاخد history من المريض ازاي اول حاجة طبعا ال name اسمك ايه عمرك كام واحنا قلنا بقى لو عمره كبير يبقى العمر الكبير ده يا جماعة ممكن ان الحرارة ما بتبقاش بين قوي في العمر الكبير في elderly زي ما قلنا قبل كده وبعد كده في ال six six دهوة male او female اا بيادك مثال قالك لي احنا بنسعر على six قالك UTI يعني urinary tract infection يعني التهبات في مجرى البول والتهبات مجرى البول بتبقى اكتر في female وده نتيجة ان اليوريسرا اللي هي القناة اليوريسرا بتاعت البول قناة مجرى البول بتاعت الفي ميل بتبقى حوالي اربعة سنت بس قصيرة اا فده بيسمح ان ان ممكن يبقى اي حاجة تدخلها اا سهولة الارجانزم تدخل مسافة قصيرة على عكس الميل بقى مسافة كبيرة بتاعت الوريسرا وملتوية وعمرة حرف مش عارف ايه انت فاهمني فملتوية لتواق غريب كده فصعب ان الانفكشن توصل وتعدي فيها على عكس الفي ميل اللي هي بتبقى اربعة سنت بس وبتبقى ستريت اللي انبوبة بتاعته ريسرا ستريت مش زي ملتوية زي الميل فسهل اي اورجانزم يدخل ويعدي ويدخل لجوه مجرى المجرى الجهاز البولي عادي خالص اسأل بقى كمان العيان العيان متزوج ولا لا لان في حاجات بتنتقل عن طريق العلاقة الجنسية زي ما انت تعارف اسأل drug and allergy history وده حتة مهمة جدا في ال mcq بالذات انه بيقول لك في حاجة اسمها drug fever ومعنى drug fever من اسمها ان الحرارة اللي بيسبب ارتفاع الحرارة اللي حصل للعيان هو عبارة عن دواء معين وليس اورجانزم يعني الحرارة عاليت بسبب دواء العيان لسا واخده مش عشان في اورجانزم طيب انت تعرف ازاي بقى وتتأكد تتأكد ان العيان سخن بسبب دواء قال لك key feature يعني مفتاح انك تتأكد ان العيان سخن بسبب دواء انك توقف الدواء فانت لو قفت الدواء والحرارة خفت عند العيان فمعنى كده بتأكد ان الدواء اللي انت اشتبعت فيه هو السبب في ارتفاع درجة حرارة العيان هو مية في المية كده انت اثبت ان هو ده بدليل انك وقفته فحرارة العيان زبطت خلي بقى لك فيه key feature يعني المفتاح انك تتعرف على الحرارة دي بسبب دواء ما انك drug is discontinued يعني وقف انت وقفته كدكتور وما تنساش تسأل على blood transfusion لان لو حصل blood transfusion والعيان سخن فمعناه ان حصل reaction من الدم فوقف الدم فورا لان حصل حساسية من الدم صح فالblood transfusion احيانا يعمل الحساسية من الدم ويعمل والblood transfusion برضه بتسأله في الانفكشن ليه ده انه بين الفيروسات ممكن ينقل virus b او c او حتى ادس لو هو الدم مش مش تعاين كويس او مش تبص فيه كويس ان هو خالي من الفيروسات examples of drug allergy يا جماعة اللي بتحصل من الادوية الدراج allergy اشهر حاجة بقى كنا بنشوفها البنسلين البنسلين طويل المفعول يا جماعة اللي هو حقن البنسطارد اشهر حقن حاجة اسمها بنسطارد في السوق حقن البنسطارد حقن طويل المفعول الناس اللي عندهم حمى روماتيزمية على القلب كانوا بياخدوا الانسلين حقنة كل واحد وعشرين يوم حقنة عضل مؤلمة جدا 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 المهم يعني لما بيحدث منها reaction بموت تقريبا reaction بتاعها رهيب يعني الحساسية بتاعتها رهيبة جدا لذلك احنا قلنا ظهرت في الجامعية الاوروبية لمرضى القلب قلنا لما ندي الحقنة بتاعة البنسلين طويل المفعول نديها كل مرة داخل الاستقبال في مستشفى في مستشفى ونعمل اختبار حساسية قبل كل حقنة هتقول يا دكتور احنا ما احنا عاملين اختبار حساسية من سنة واحنا بناخدها كل مرة خلاص واحنا عملنا اختبار حساسية اول مرة وما فيش حساسية منها لا اكتشفنا بقى ان الحقنة دي العيان ما يبقاش منه حساسية من الشهر اللي فات النهاردة يبقى منه حساسية ويموت منها لذلك قبل كل مرة لازم تعمل اختبار حساسية فركز من المعلومة دي عشان تنصح بها اي حد بياخد بنسلين طويل المفعول وعايز اقول لك معلومة تانية ان شاء الله هتكتشف ان شاء الله لما توصل معايا لبرانش الكارديولوجي ان معظم الناس اللي واخد بنسلين طويل المفعول اتظلموا واتواصفت بطريقة هم مش محتاجينها ولا عندهم حمار روماتيزمية فيعني مش خلي بالك احنا هنتكلم في النقطة دي عشان برضو دي ثقافة لازم حضرتك تساهم في تصحيحها زي اللحمة ما تقولش لحمة على بني ادم كده ايه عنده سخونية خلي بالك طيب ايه بقى اول ما تدي حقنة البنسلين هنا لمريض هنا ويحصل منه حساسية او ايه بقى على متل حساسية اول حاجة ارتكارية بص الارتكارية بتبقى فضيع في الجسم كله ده انتم على فكرة وبتحدث بسرعة جدا يعني مجرد ما تخرج بالحقنة العين وقع اول حاجة ضغطه يقع وارتكارية تلاقي جسمه هرش وطلع ضرن كده وطلع ارتكارية يعني حسية في الجلد والعين بدأ يهرش يهرش طيب واوحش حاجة بقى الانجوديما الانجوديما انك تلاقي شفايف العيان شفايف العيان ولسانه والرمو الله طب ايه مشكلة شفايف العيان بيش المشكلة في الشكل يا بني ادم المشكلة ان الشفايف واللسان هو دليل على ما بعد اللسان هو ايه اللي بعد اللسان اللي بجلوتس لسان المزمار ويه اللارينكس الله اللارينكس يا نهر اسود يعني الورم بفيه ورم في اللارينكس انا مش شايفه اه وقافل اللارينكس اللي هو المجرى التنفس والعيان اكدنا خنقه مش جدخله هوا في الرئة وبيموت يا نهر طيب لذلك لما تلاقي الانجوديما الاقراء عليك شائل انت هتتضرب طبعا بالعيان يعني من اهل العيان وقت تتبهدل يعني بص هتعمل معك الصح يعني مش خدوك يعني بص ربنا طيب انقاذ يا جماعة انقاذ انقاذ تنقذ نفسك وتنقذ ده ممكن تبقى بنت صغيرة ولا عيل صغير بتيدوله حقن بنسلين احنا قولنا معظم الناس مظلومة في اخذ حقن بنسلين طول المفعول لان معلش محت رامي موصفها لهم بدون داعي طبي طيب طفل البتاع ده كاد الحقنة مننا هيموت انت وقتها لو عرفت تتصرف صحة تنقذه ويروح البيت وحصلت معنا كتير قالك تدي ديكسة وريد وتدي سوليو كورتيف وريد وتدي افييل وريد كل ده هري كل ده مش هيفيد ليه لانك انت عبان لما تدي الدكسة الدكسة بتشغل بعد ايه باشا بعد ساعتين كانت شغل لقدر الله في القبر بقى يعني العين مات بقى وتدفن بقى يعني اه تبقى تشغل مع خلق يابن انت عايز تنقذه في خلال دي ايه عيموت لازم تنقذه في خلال دي ايه عيموت او يبقى انت لازم تعمل ايه بقى بص بقى بص هي كل الحاجات دي حصلت في العين ليه انت عارف حصلت العين ليه انجو اديما والانجو اديما ده عارف حصلت يعني انجو اديما ورمت شفيفه ولسانه والكلام ده تعارف حصل ليه لان لما حصل ري اكشن لما حصل ري اكشن في الجسم حصل ان الاوعية الدموية بتاعت الدم وسعت فلما حصل فوزو دي اللتيشن حصل ان هرب فليود من السيركوليشن وحصل زودة البرميابيلتي بتاعت الفيسلز فالمهم يعني ان اجزاء كبيرة من الفيود بتاع السيركوليشن طلع برا في التشوف وورم الجسم طيب انت عارف عشان تعكس وضغط وطي نتيجة ووقع وضغط وطي نتيجة الفيسلتيشن عارف عشان تعكس الموضوع ده تدي ايه ادرينالين ايه ادي ادرينالين اه وانت هيدرك فيها دكتور ادرينالين ايه ده ادرينالين الادرينالين لو اديته البناء دم طبيعي مش هيقصر هيعمل له يشوية ضربات قلب سريعة وخلاص يعني هو مش هيموته ده احنا انت ممكن تدي ادرينالين كذا انبول لعيان طبيعي ومعندوش داعي طب على فكرة ما حصلوش حاجة على فكرة ممكن اعدي تخيل ان هو ده انقاصه تكتب لي دكتور او قفيل لازم على طول تدي المريض ده في الاستبال وانتو بتقع في الاستبال وهتشوف الحاجات ده وتنس وتعمل يعني انت عارف هتعمل لي مع المريض فتعمل ايه بقى تجاب امبول ادرينالين ايه الحقيقة ده مس بسرعة هتيل امبول ادرينالين تدي امبول ادرينالين مش وريد ليه بقى لان المريض حصل فيه فازو دالتيشن والضغط بطي والدورة الدموية ما بقيتش شغالة كويس يعني الدم ما بيجريش في الاوعية الدموية كويس ده ممكن كمان الريست تخلي بالك منك يعني قلبه وقف انت تدي فيه انت دورة دموية شغالة فما تديش الادرينالين وريد لا بتدي ايه بتقسمه يا باشا بتدي نص عضل ونص الامبول تحت الجلب يا جماعة ده سحري والله احنا جربناه ميزة الادرينالين بقى هيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيسلس اللي حصل لها فازو دالتيشن ويحكس العمل دي كلها وتلاقي العين ضغطه بدأ يرجح وتلاقي انت بقى ادي بعد كده بقى الدكسة وقفيل بقى عم ادي بقى براحتك عم الدكسة وقفيل المهم تبدأ اللي بالايه بالادرينالين وانقذنا الحمد لله رب العالمين جعلنا ربنا جعلنا سبب كبير في الحركة دي ننقذ بها ناس كتيرة جدا وشباب لو احنا مش استخدمنا الادرينالين في الموضوع ده ما كانش هيعديه فعليا طيب تاني حاجة يا جماعة في حاجة اسمها يبقى احنا خلصنا البنسلين تقول مفعول وقلنا النصايح بعد كده الميكو كوتينيوس بالوس اروبشن دي برضو شفتها مرة واحدة في حياتي بص بقى في بعض الادوية وخصوصا المضادات الحيوية اللي فيها مادة الصلفة يعني فيه دوة ادوية شهيرة فيها مادة الصلفة زي زي السوتريم سوتريم مضاد حيوي وفيه حاجات كثيرة زي السوتريم فيها الصلفة مادة الصلفة ديت هي مادة بيحدث منها حساسية ولكن بيحدث دهايوك احيانا زائد جدا في جهاز المناعة فجهاز المناعة يعمل مرض مناعي في الجلد اسمه ستيفن جونسون سندروب تلاقي الجسم ده عامل شبه الارتكارية بس هيها مش ارتكارية يعني تدي كورتيزون وتدي حاجات من ضد الحساسية لا الارتكارية بتزيد ما بتقلش او الله الشكل ده شفت قبل كده وانا اتخدعت فيها شخصيا وحجزت مريضة على اساس انها يعني حساسية من الدوة بس المشكلة الموضوع ما كانش مقنع قوي برغم كده انا مش كنت لقي تشخيص تاني الليه ما كانش مقنع ان العيانة دي حصل لها الموضوع ده من 3 ايام طب وها تفضل الارتكارية عندها في 3 ايام واخدت ديكسا وقفيل قبل ما جيري طب وها دي عندها اخدت ديكسا وقفيل واخدت حاجات الحساسية وبرضو وبالع 3 ايام ولسه عايشة وضغطها كويس ومش عندها علامات حسية اخرى ويه الارتكارية ما بتهداش او الله انا اتخدعت فيها قلت طب انا مش لقي تشخيص تاني حجزها يا عام حسية لحد ما اكتشفت ان دي حاجة اسمها ستيفن جونسون سندروم اللي هو مرض مناعي كبير بيحدث بقى ايه ان الحساسية دي بس كده لا ده في مناظر اخرى مراعاة لشعورك وانا ما جبتاش على العين بقى واللسان ويحدث ان الفقعيع يعني الجلد بقى يفضل يبدأ ايه يعمل ميا ويفرقع ويحدث تشوهات للمريض كاريسي وممكن موت على فكرة بالنسبة ايه يعني حالات خمسين في المئة من الحالات تقريبا بتموت يعني تفاهم كاريسة لانه بيعمل اورجان فيليار تاني غير الاسكن ده ده اللي انت شايفه من بره هذا مرض بيصيب معظم اجهز الجسم مش الجلد بس طيب فيه بقى الاسبيشال هابتس انت بتشرب كحول بتشرب بتدخن طبعا الحاجات دي يعني طبعا بيقال منع التدخين والكحول كرونيك ديزيزيز طبعا الناس اللي عندهم امراض مناعية امراض مزمنة زي الممرضى الكبد والحاجات ديات اولا منعيتهم بتقل فبيزيد عندهم الالتهاب تاني حاجة بقى بيفيدنا انك تسأل العين ده عنده مشاكل في الكبد والكلة انه يفيد معاك في تزبيط الجرعات يعني احنا فيه المضادات الحيوية سواء انت مثلا الارجانيزم اللي داخل ده لو بكتيريا انت تكتب مضادات حيوية المضادات حيوية فيه منها نوعين جماعة فيه نوع بيحصل له اكسيكريشان يعني جسم تخلص منه عن طريق الكبد فكده بيعمل ضغط على الكبد لانه هو اللي يعمل له اكسيكريشان وفيه مضادات حيوية بتبقى اكسيكريتد من الكلا من لمن الكلا وفيه مضادات حيوية اللي اتنين بيساهموا فيها في الاكسيكريشان طيب ما ده يفرق معايا يفرق معايا لو عين عنده مشاكل في الكبد فيقول لك خلي بالك يعني حاول تبعد عن الحاجات عن الادوية حاول تبعد عن الادوية اللي بيحصل له اكسيكريشان عن طريق الكبد لان الكبد تعبان فما تحملش عليه اكتر من حجمه يعني تمام اكتر من تقدم فلذلك ما تتعبش التعبان فعشان كده ممكن تباوز الدنيا اكتر فخلي بالك يقول لك ابعد عن الادوية دي في مرضى الكبد زي المتروندازول اللي هو الفلاجيل المتروندازول ده الاسم التجاري بتاعه اشهر اسم التجاري الفلاجيل معروف الكلورام في نيكول ده كان بيتكتب زمان هو مضاد حيوي كان بيتكتب زمان وقفوه لانه لقيوب يعمل زرقان في اللسة بتاعت الاسنان يعني ده اعراض جنبية من الكورام في نيكول وبيعمل بيضغط او على الكبد لانه ممكن حتى يعمل تسمم في الكبد يعني هباته تكسك بباوز الكبد احيانا فما نعوه طبعا نزل الادوية كتير مضادات حيوية ما وقفش على الكورام في نيكول يعني بس الى الان ده كاترة بيحبوه بش عارف ليه في الامس كيو فانا معلم لك ان الحاجتين دول فيه الهباتيك الميترونيدازول والكلورام في نيكول ابعد عنهم شوية في موضوع الهباتيك فيلير وحاجة اسمها بش عارف كاسب وفانجن وحاجة اسمها كونازول بص اي حاجة بتنتقى بمقطعين فانجن وكونازول دول اسمه مضادات فطريات خلاص يعني دول مضادات فطريات اللي باي حاجة فيها فانجن بقى حتى في الاسمات التجارية كده كونازول دول دويين اتنين ادوية او عيلتين مضادين للفطريات ومضادات الفطريات يا جماعة من الحاجات اللي بتحمل قوي على الكبد فلازم تعرف العيان ما عندورش مشاكل في الكبد عشان وانت بتوصف العلاج ما يدورش الكبد قوي طيب في حتة في الكتاب انا ما كتبتاش ارجع للكتاب طبعا انا كل الكلام ده بالنص تقريبا من الكتاب وانا بحاول اشرح لكم حاجات زي الكتاب عشان انا اللي اهمني انك تجيب درجة عالية بالنسبة للكتاب كان كاتب ان مكمل بقى بعد الهيباتيك فيلير يعني مكمل بعد جملة الهيباتيك فيلير مكمل كاتب ان السفت ريكزون فيه مرضى الكلة السفت ريكزون فيه مرضى الكلة بيحمل على الكبد والكلة يعني ارجع كده للكتاب بتاعك او البي دي اف بتاعك بتاع الكلية هيقولك ان خلي بالك فيه الانتبيوتك السفت ريكزون ده اشهر اشهر من انتبيوتك بكتب سوء خلي بالك ان هو بيأثر على الكبد والكلة فانا بأكد لك ان المعلومة دي خاطئة وان السفت ريكزون امن جدا في مرضى الكلة وان احنا بنكتبه في مرضى الكلة لجرعات عالية جدا لانه اقمن علاج في مرضى الكلة فبعد اذنك من تقولش ان السفت ريكزون بأثر على الكلة لا السفت ريكزون بأثر فقط على الكبد فخلي بالك فعشان كده مرضى الكبد بنبعد شوية عن السفت ريكزون فدي معلومة بصححة لحضرتك في الكتاب لان دي بنشتغل فيها بيعلم وعرفنا وارجع للكتب الكبيرة في العنية المركزة بالتوفيق يا جماعة ان شاء الله وانا شرحت اول حاجة النهاردة يعني كانت فور فري المرة جاية احنا طبعا بقي البرانشات احنا نحتاج ان احنا نشترك في الكورس باذن الله تعالى عن طريق الداة اللي انا بعتها او الحاجة اللي انا بعتها لكم وبالتوفيق ان شاء الله رب العالمين يا جماعة ومنتظر الناس اللي بعتتلي عن طريق الواتساب او عن طريق البتاع وبعتلها الكود احنا برضو في باقي الناس منتظرين ما فيش مشاكل ان نشتغل على دعم صبورة وباذن الله يعني تكون سنة سعيدة عليكم وبالتوفيق ان شاء الله تعالى مع السلامة شباب اشتركوا في القناة